تسود حالة من القلق المتزايد على المستوى العالمي إزاء السلالة الجديدة المتحور من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا في الشهر الأخيرة مما دعا عددا من الدول إلى فرض حظر السفر منها وإليها وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة فيروس كورونا المتحور خارجت عن السيطرة عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعات تستهدف وضع استراتيجية مشتركة للتعامل مع الموقف الحالي وقد حظرت دولة السويدي دخول الوافدين من الدنمارك بعد اكتشافها مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس هناك وحظرت فرنسا دخول الركاب والبضائع من المملكة المتحدة مما تسبب في اضطرابات النوجستية بين البلدين وتتسم هذه السلالة المتحورة الجديدة بسرعة الانتشار الشديد ومع ذلك لا يوجد دليل على أنها أكثر ضررا من فيروس كورونا المتعارف عليه وتزامنا مع تزايد الدول التي حظرت السفر من وإلى بريطانيا قامت من جهتها أيضا الحكومة السعودية بناءً لما رفعتها وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا المتحور عن اتخاذها إجراءات عاجلة لحماية وسلامة الصحة العامة للمواطنين المقيمين على أراضها اتخذت الحكومة السعودية الإجراءات الاحترازية التالية أولاً تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر ما عد الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة فيسمح لها بالمغادرة ثانياً تعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر ثالثاً على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء وفق ما حددتها وزارة الصحة باعتباراً من تاريخ الثامن ديسمبر 2020 الالتزام بالآتي العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ خدومه إلى المملكة أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد خلال فترة عزله مع تكرار الفحص كل خمسة أيام ويستسنى مما ورد أعلى حركة نقل البضايع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنصيق مع وزارة النقل وفي الختام نتمنى من الجميع الوعي والاحتراز اللازم والسلامة في الأيام المقبلة وإن أعجبكم الفيديو نتمنى منكم أن تدعمنا بالإعجاب وبالمشاركة بالقناة وتفعيل زر التنبيه على جميع الإشعارات